خبيث من الطيب ويكفر عن السيئات ويرفع الدرجات والله ينوع في الابتلاء كيف يشاء يبتل العباد بما يعلفون وبما لا يعلفون فهو فعال لما يريد يبتليهم بالجوع والخوف ونفس في الأموال والأنفس والأمراض والوباء وغيرها أيها المسلمون إن مما يبتل الله به العباد الفيضانات وتلكم آية من آيات الله التي يخوف الله بها عبادة وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الماء أهلك الله بالماء أهلك الله قوم نوح وفرعون قال سبحانه وقوم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقال سبحانه وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين والواجب عند الابتلاء الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفره بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ويقول النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلهم فمن رضي فله الرضا ومن سخت فله الصهد في مثل هذه الحوادث معاشر المسلمين إنما جرى عليكم من قضاء الله في هذه المدينة سنة من سنن الله في خلقه جرد على آخرين غيركم في بلاد ومدن أخرى فاصبروا واحتسبوا ولا تقولوا إلا ما يرضي ربكم معاشر المسلمين المؤمن لا تمر عليه الحوادث مرور الكرام وإنما يقف عندها ويتدبرها بما يقضي الله في خلقه من الابتلاءات يظهر الله لهم قدرته وعظمته ويظهر ضعفهم كي يعتبروا ويتعظوا الماء الذي هو مصدر للحياة ويبحث أنه الإنسان ويسعى جاهداً في الحصول عليه يحوله الله في لحظة إلى سبب للحلاك ما أعظمك يا رب في مثل هذه الحوادث يزداد المسلم يقيناً أن هذه الحياة أن هذه الحياة الدنيا متاء قليل سريعة التقلب في دقائق تشدت الأسر في دقائق مات كثيرون في لحظات خسر الناس ملائين في وقت وجيز تحول الأمن إلى خوف والفراء إلى حزن والرخاء إلى شدة وكثير من الناس سوف يبدعون حياة جديدة جراء هذه النازلة إن مشعر هذه الحادثة إن مشعر هذه الحادثة يذكر بمشهد يوم القيامة حيث عما الناس الفزع حيث عما الناس الفزع تراهم يتركون كل متاع الدنيا وراءهم ويبحثون عن الملجأ والمنجأ لا يهمهم مال ولا بيت وربما انشغل الواحد عن أهله وبنيه أيها المسلمون يجب علينا في مثل هذه الظروف التوبة إلى الله ومراجعة النفس وإحياء روح عبودية الخوف من آيات الله وتعظيم أمره ونهي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ورغم كل ما تحمله ورغم كل ما تحمله المصائب من شدة وبلاء فإن الله رحيم بعباده حليم فلنحمده سبحانه ألأن المصيبة لم تكن أعظم من ذلك ولنتضرى إليه وإن مما يسر له عند نزول هذه النازلة وقفة المسلمين من العلماء والتجار والحكومات والمنظمات وقفة رجل واحد مع إخوانهم المنكوبين فأمدوهم بالدعوات الصادقة والمعونات المالية والعينية وبذل رجال الأمن ورجال الإنقاذ والمتطوعين جماعات وأفراد جهودا يشكرون عليه لإنقاذ الأرواح جزى الله الجميع خير الجزاء وبارك فيهم وفي أموالهم إخوة الإسلام تمر الفيضانات ولكن آثارها باقية وربما تأخذ وقتا طويلا هناك أيتام ومصابون ومن فقدوا بيوتهم أو هدمت ومن خسروا تجارتهم فهناك حاجة ماسة إلى تكاتف الجهود لمواساتهم حكومة وشعبا كل على قدر استطاعته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون بارك الله ليولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله ليولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باها دكان قوليا تاتبتك على ملوك كنسركي دكان سلاتي دزيرا استبتأك النبم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الومان مسلمين قل يصوران الله أسراريدي أبويه وإيوان الله داع أعلى ألوك كنت أعلا تكم قنشي دوكما ألوك كنت أعلا تكم نئم مغودي يوا الله أعلى ألوك كنت أعلا تكم يلوه نئمه كنت أعلا تكم جرح باوا الأم مسلمين واللائي والتدونيا جوي جوي بابا والحالي الازيد والماء العالمين يدن كاي فلينتكي أواني لوكتي بابو شكا أخوي لوكتي داداما دمتنزي باكينتكي بطلن أشيغاتكي مكنشرا وطلن أشيغاتكي يلوه وطلن أي فلينتكي وطلن أي باكينتكي اللهم دوكين سالكي ينا زرتر ده سنة ستاجر باوا ده لوكتي زوا لوكتي سبورة تبترد وعدنسا اللهم تعالى يعدن سواسي وزيجربي بعينسا الله سبحانه وتعالى زيوانن دومين نونة من قدر الساح نونة من ملك ساح سننكوما باين وانا اللهم جربيسو دهكم وانا اللهم جربيسو تسامو حق اليكين وانا ابن لابارنسا كتيجي وانا ابن زاك غني يفعروقا واننكا واتركم كينا زيفاروقا تاوانا لوكو چن زاك سامو حق اليكيني دن كاشي كاريكا كاشي كاريكا كاشي كاريكا كاريكا سنة الامر كاريكا يكيني تبس يفعروقا لئكا الله سبحانه وتعالى دجرباوا ينا بمبان تساكارن ابندكي مكيوه نمدكي ساكارن المؤمني دكافري ساكارن مؤمني دفاسكي الله سبحانه وتعالى دجرباوا ينا بمبان تساكارن يتوكل Vorsنان جمثل Javushu 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر